في السياق أعلنت وزارة الصحافي آخر إحصائية لها تسجيل 287 حالة قائمة جديدة بفيروس كورونا وقالت الوزارة إن من بين الحالات 74 حالة لعمالة وافدة و162 حالة لمخالطين لحالات قائمة بالإضافة إلى 51 حالة قادمة من الخارج في حين لم تسجل أي حالة وفاة خلال اليوم فيما أعلنت الوزارة عافية 55 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 1548 حالة